اشتركوا في القناة فئة جديدة واسمه ايفون 10R الايفون 10R المفروض انه يعتبر الايفون البدجت اللي لناس كتير ممكن انها تفكر تشتريه الفيديو اللي فات قلت ان ار ممكن يكون معناها رخيص لكن طبعا هو مش رخيص بايش شكل من الاشكال الايفون 10R بيبدأ سعره من 750 دولار بس نتقره مثلا بحاجة زي 10S اللي سعره بيبدأ من 1000 وال10S ماكس اللي بيبدأ من 1100 دولار ساعتها ممكن نعتبر ان هو رخيص وبانه هو الموبايل البدجت فطبعا ابل حاولت تحط معظم الحاجات المهمة الاساسية الموجودة في الموبايلات الغالية زي 10S طبعا مع شوية تنازلات وشوية حاجات محزوفة لكي تقدر طبعا تخفض السعر انا طبعا لسه مستخدمتش الموبايل فعليا بس بعد المؤتمر كده اتفكر اذا كان 10R هو يعتبر الايفون البدجت فازي ممكن نحطه في مقارنة مع موبايل بدجت برضو من اندرويد مين فيهم اللي ممكن يدينا قيمة احسن بس عشان اقدر حط السياق للموضوع ولمقارنة دي اخترت واحد من احسن موبايلات البدجت الموجودة حاليا مع اندرويد وهو البوكوفون انا مشان اعتبر المقارنة دي مقارنة مباشرة بين موبايلين ولكن مقارنة بين فئة البدجت عامة في الابل متمثلة في الايفون 10R وفئة البدجت اللي بتيجي مع اندرويد ومثال كبير لها او مثال كويس جدا لها هو البوكوفون واظن من المهم ان احنا نبدأ مقارنة زي دي بالسعر زي ما قلنا سعره بيبدأ من 750 دولار مع اندرويد قدامك كذا اوبشن مختلف ولكن البوكوفون اللي اخترته للمقارنة دي سعره بيبدأ من 300 دولار طبعا الفرق شاسع بين اسعار الموبايلين تقدر فعلا تشتري اثنين بوكوفون ونص وصد واحد ايفون 10R بدي حاجة تحطه في بالك نعرف ان في ناس هتطلع تقول لي ليه ما تقارنش الايفون 10R بموبايل سعره 750 دولار برضو من اندرويد والاجابة ان انا بقارن فئة البودجت 750 دولار بتعتبر فلاجشف من اندرويد لكن 300 دولار زي البوكوفون هو البودجت طيب وصد الاستعار المختلف لكل موبايل دعنا نشوف ايه القيمة الفعالية اللي هاخدها من كل موبايل من الاثنين دعنا نبدأ بالتصميم بمواد المستخدمة وجود التصنيع ونطة دي واضح انها مباشرة كده رايحة لصالح الايفون 10R الموبايل مصنوع عند فريم من الالاموريوم مثل الموبايل الغالية ولكن ما زال الاموريوم اعتبر كويس جدا الوش والظهر من الازاز والموبايل الواضح انه مصنوع كويس جدا وبشياكة وصلاد كده البوكوفون مصنوع بالكامل من البلاستيك الفريم من البلاستيك الضهر من البلاستيك ومصنوع كويس لكن مش هديك ابدا نفس احساس الفخامة والمواد الكويسة جدا اللي مصنوع منها الايفون 10R في نقطة كمان ممكن تكون لصالح الايفون 10R وهي الألوان الموبايل يأتي في 6 ألوان لطيفة لكن البوكوفون تأتي في 3 ألوان لكن هذه نقطة تعتبر شكلية وزوقية لكن المعظم الناس تستخدم كفر مع كل الموبايلات اللي يمدي فاللي سيبدأ الموبايل فعليا هو الشاشة دعنا نتكلم على الشاشة الشاشة في الايفون 10R هي 6-1 من 10 انش LCD ابل تسميها Liquid Retina Display الشاشة تأتي مع نفس النوتش تأتي مع بيزلز واضحة حوالي الشاشة ولكن تأتي من غير تشين او من غير بيزلز واضحة اما الشاشة في البوكوفون فهي في حدود 6-2 من 10 انش تقريبا نفس الحجم شاشة من نوع LCD تأتي مع نفس النوتش بالضبط الموجودة في الايفون البيزلز يمين مشمال واضح ان هم أصغر من الموجودين في الايفون لكن البوكوفون يأتي مع بيزلز واضحة تصميم الشاشة نفسها مش فارق قوي بصراحة بين الموبايلين لكن المهم طبعا هو المواصفة الـ Liquid Retina Display ابل تقول انها أكتر شاشة LCD متطورة في العالم الشاشة طبعا هتعرض رينج واسع من الالوان شاشة فيها خاصية True Tone Display لكن ما فيهاش الـ 3D Touch ولا فيها الـ HDR الموجودين على الايفون 10S لكن هذه ليست موجودة اكيد في شاشة البوكوفون لكن المشكلة الرئيسية ونقطة الضعف القوية اللي انا شايفها في الشاشة دي هي ريزولوشن في شاشة الايفون 10R 1792 في 828 يعني ما حصلتش حتى الـ Full HD تعتبر HD Plus معنى كده انك طبعا مش تقدر تتفرج مثلا على فيديو Full HD على يوتيوب او حتى مش تقدر تعرض الفيديوهات هادة بتصورها بكاميرا الموبايل نفسها المتطورة جدا مش تقدر تعرضها غير اقل من Full HD في رأي بصراحة تعتبر اكبر نقطة ضعف او اكبر تنازل في الايفون 10R وصوت كده البوكوفون بيجي مع شاشة 2246 في 1080 يعني تعتبر Full HD Plus كسافة البيكسلات في البوكوفون 403 بيكسل بر انش وصوت 326 بس في الايفون 10R في تجربة الشخصية شاشة البوكوفون كانت تعتبر كويسة جدا لكن برضه ممكن جدا تكون شاشة 10R احسن كجودة تصنيع وكتطور لكن بصراحة في 2018 ريزولوشن تحت Full HD اعتبر بصراحة حاجة اكيد مش قوية ابدا خصوصا كمان ان السعر 750 دولار وقابل من نتكلم على المواصفات الداخلية خلينا نخد كده كام نقطة برضه في التصميم الخارجي للموبايلات الايفون 10R مقاوم للغبار والمية مع ريتنج IP67 وديه حاجة مش موجودة في البوكوفون لكن يمكن قصات كده في البوكوفون تبتاخد مدخل 3.5 ميلي وديه حاجة برضه مش موجودة في الايفون 10R البوكوفون بيجي مع مكان 2 سيم كارد او 1 سيم كارد و 1 اس دي كارد الايفون 10R اكيد لا يدعم الاس دي كارد مفيش غير نسخة الصيني بس اللي تدعم فعليا 2 سيم كارد حقيقين لكن تقدر تستخدم 1 سيم كارد و 1 تاني إلكترونيك سيم كارد لو الشبكة بتاعتك تدعم حاجة زي دي الموبايلين بيستخدموا السماعة السفلة مع سماعة المكالمات لكي يدوك صوت ستيريوم حاجة اكيد لطيفة البوكوفون صوته كان كويس في تجربته طبعا لسه ما جربتش الايفون 10R ولكن اتوقع برضه انه يكون كويس وبنسبة للسيكوريتي فالايفون 10R بيجي مع فايس اي دي نفس الموجود بالضبط على الايفون 10S و10S ماكس المفروض انه السنادي كمان اسرع طبعا هو يعتبر سيكور جدا وبالنسبة للبوكوفون فعندك اوبشنين للسيكوريتي عندك البصمة اللي في الظهر يعمل اسرع ممكن كويسة جدا عندك كمان نظام الفيس انلوك اللي يعمل برضه بالانفراد في تجربتي كان شغال كويس جدا في جميع الظروف وسريع جدا ممكن ما يكونش بنفس السيكوريتي بتاع الفيس اي دي ولكن طبعا ما زال عندك اوبشن البصمة فما فيش اي مشكلة طيب الوقتي بقى خلينا نتكلم على المواصفات الداخلية الايفون 10R بيجي مع احدث بروسيسور من ابل اللي هو طبعا ال A12 بايونيك المعالج دي يعتبر اول معالج هينزل السوق فعليا مع السبع نانو متر وهي حاجة طبعا تعتبر قوية جدا كبينش ماركس وارقام متعودنا من ابل انها طبعا تعتبر ممتازة زي ما شوفنا في ال A11 بايونيك الايفون 10R هينزل مع 3 جيجا بايترام ومزاكرة داخلية هتبدأ من 64 جيجا وما بالنسبة للبوكو فون فو بينزل مع احسن مواصفات تقريبا موجودة من اندرويد حاليا نفس المواصفات الموجودة على معظم الفلاكشيبس عندك ستناد راجين تونية 45 مع نظام تمريد بالمية عندك 6 جيجا بايترام ومزاكرة داخلية برضو بتبدأ من 64 جيجا في المقارنات بين الايفون وبين اندرويد صعب انك تحط الارقام مصاد بعضها وتعرف مين الكاسبان نظام تغيير مختلف بين الاثنين ولكن المقارنة هنا تكون بتجربة الاستخدام الفعلية فتجربتي مع البوكو فون الموبايل كان يعتبر سريع جدا اسرع ما يمكن تقدر تشغل عليه كل الجيمز زي ما انت عايز تقدر تقلب بسرعة جدا تقدر تعمل اي حاجة في السوفتوير من غير اي مشكلة او تقطيع او بوتو ومن تجربتي قبل كده للآيفون 10 اتوقع ان الـ 10R برضو هيتديك تجربة احسن ما يمكن هيكون سهلس جدا وسريع مش هتوجه اي مشكلة ابدا ولا تفكر في الاداء ولا التقطيع ولا الجيمز ولا الحاجات دي البرفورمانس والاداء عمتا اتطور جدا مع موبايلات البدجت من اندرويد مؤخرا طبعا البوكو فون يعتبر مثال ممتاز طبعا الاداء في موبايلات الايفون دايما بيكون في قمة السلاسة فبعيدا عن الارقام مش هتقدر تطلع فايز فعليا بين الموبايلين في نقطة الاداء النقطة اللي مش هنعرف نقارن بها برضو في الارقام هي البطارية البطارية في البوكو فون 4000 ميلي امبير وتنتين في تجربتي اداء كويس جدا البطارية برضو بتدعم الشحن السريع ودي حاجة اكيد تعتبر لطيفة اما البطارية في التين ار فبصراح انا معرفش اصلا حجمها ادي ايه لحد للوقتي عشان ابل ما اعلنتش عن كده ودائما ابل ما بتعلنش انا حجام البطارية ولكن ابل قالت ان بطارية التين ار احسن من بطارية الاتلس اللي بطاريته في رأيك هتعتبر كويسة جدا فتوقع جدا ان اي واحد من الموبايلين سيديك اداء ممتاز في البطارية ويكمل معك اليوم كامل بكل سهولة هناك نقطة لطيفة هنا في صالح الايفون 10R انه يدعم الشحن السريع ولكن نقطة ليست لطيفة ورغم انه يدعم الشحن السريع لكن الشحن بطيء البوكو فون لا يدعم الشحن الا سلكي ولكن الشحن معه هو العلبة يعتبر شحن سريع كوالكون كويك شارج 3 دعونا نتكلم على الكاميرات الايفون 10R يأتي مع كاميرا واحدة في الظهر المراضي من السنين اللي فاتت وكاميرا كمان بتيجي مع مانع احتزاز بصري اما البوكو فون فبيجي مع كاميرتين في الظهر الكاميرا الاساسية هنا برضو 12 ميجا بيكسل مع فترة عدسة F1.9 ما فيهاش مانع احتزاز بصري لكن فيه مانع احتزاز الكتروني EIS اما الكاميرا التانية فهي مش كاميرا تزوم ما عندكش خاصية زوم نفس الايفون 10R ولكن هي كاميرا مخصوص لقياس العمق وحسابات البورتري كاميرا دي 5 ميجا بيكسل مع فترة عدسة F2 طبعا الكاميرات بتحتاج مقارنة مباشرة شوية عشان نقدر نوحكم فيها كاميرا البوكو فون في تجربتي ادت نتائج تعتبر مش سيئة ابدا نتائج كويسة طول ما الاضاءة كويسة لكن برضو اتوقع جدا ان كاميرا الايفون 10R تكون احسن بفرق واضح من كاميرا البوكو فون ابل السنة دي مركزة جدا على تحسين ISP او وحدة معالجة الصور نيورال انجين في الـ 812 بيونيك بيدي قدرات قوية للكاميرا في حاجات مثل الـ Smart HDR اللي ابل اعلنت عنه اضيف كمان ان الايفون 10R يستطيع يصور 4K 60 فريم في الثانية ويستجل كمان الصوت ستيريو كاميرا البوكو فون مش تايع باي شكل من الاشكال وبتقضي الغلط جدا لكن اتوقع برضو ان كاميرا الايفون 10R هتكون احسن بفرق واضح نفس الكلام مقدرش اقوله بصراحة على الكاميرا الامامية كاميرا الامية في الايفون 10R 7 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2.2 اما في البوكو فون فهي 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2.0 كتفاصيل وشاربنس ممكن البوكو فون يكون لي ميزة هنا ولكن واضح ان ابل برضو طورت جدا نظام البورتري اللي هدى نتائج بمتازة حسب ما ابل عرضت فلسا النقطة دي لازم نشوفها بعد كده دي تقريبا كل حاجة موجودة في الموبايلين الايفون 10R اللي يعتبر ارخص اي فون السنة لكي اعتبرناها بودجت فون رغم انه سعره 750$ والبوكو F1 اللي يعتبر واحد من احسن وعيدات الرخيصة مع اندرويد وسعره طبعا 300$ انتم يراكم في الموضوع اني موبايل فعليين بيدي احسن قيمة اصادة فلوس في فئة البودجت من ابل وفئة البودجت من اندرويد ياريت تسمعوني رأيكم في التعليقات ولكن لا تنسوش العايق العنيف تابعونا على انستجرام فيسبوك تويتر ورابط اكيد كل الهاتف الاولى تحت الفيديو طبعا لا تنسوش الاشتراك في القناة لتوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اول باول شوكوا ان شاء الله الفيديو الجاي سلام